هياكم الله اليوم عندنا مقارنة بينثال سماعات بلوتوث في السوق راح أتكلم عن أفضل سماعة موجودة الآن من ناحية عزل الصوت من ناحية جودة الصوت إلى آخره نبدأ من يمين لسار عندنا سماعة السوني طبعاً هذه سماعة سوني معروفة وهذا يسمى Link Buds S طبعاً السماعة هذه ما هي البرجن اللي هي MX4 اللي فيه طبعاً البلوتوث الأغلى هذه النسخة اللي هي تكون أقل من ناحية السعر راح تكون البلد حقها بلاستيك هي نفس موصفاتها صراحة الغالية لكن الفرق بين القطعة بلاستيك البطارية شوية أقل لكن الصوت وجودة صوت وعزل صوت نفسها نفس اللي هي السماعة الغالية من سوني البلوتوث عندنا هنا سماعة هواوي طبعاً هذه سماعة هواوي هي Free Buds 5 اللي نزلت جديدة سبق أني نزلت عنها انبوكسين فيديو اللي سميتها سماعة الدمعة شكلها زي الدمعة صراحة جميلة السماعة لبسها مريح جداً فيها الربر هذا الموجود إذا حابين تحطونا راح يعطي بس فرق بسيط في العزل لكنها راح يطيكم فرق شاسع السماعة مثل اكشل زي البيضة جداً ممتاز شحنها برضو فيها ويرلس إذا أحد عندها ويرلس هذا ما في ويرلس طبعاً ما يدعم الويرلس في السوني وعندنا سماعة الفيفو اكس هذه طبعاً سماعة فيفو هي الجنريشن الأول طبعاً أول ما زلت هذه في السوق فكانت بالنسبة لي طبعاً كاستخدام شوف أنها مريحة جودة التصنيع حلوة زي ما انتم شايفين تعكس الصورة في الوجه فاللي حاب طبعاً يشوف يعني يضبط أمورة يشوف شكلها كيف ممكن استخدامها كامرائي فعموماً هذه السماعة بيسيك دعونا نتكلم الآن عن جودة الصوت طيب سماعة الفيفو ما تدعم هاي رز كوالتي ساوند اللي هي الصوت العالية وصوت الجود جود وصوت العالية في السماعات البلوتوث ما تدعم الهواوي تدعم هاي رز ساوند فالصوت هنا جداً ممتاز والسوني برضو تدعم الهاي رز ساوند فعندك سماعتين هنا تدعم الهاي رز وهذه ما تدعم طيب ندقل للنقطة الأهم عزل الصوت الفيفو ما تعزلك الصوت أبداً ولا في خاصية تعزل الصوت طبعاً هم يقولون في الماركتينج إنه والله في عزل تلقائي أنا من حكم استخدامي ما يعزلك الهواوي فيها عزل الصوت فيه عزل الصوت والعزلゆا فيها طبعاً ما هو عزل خنقول يقول أنت بتستعزل تقريباً خمسين في المائة من صوت الم palette ما هو عزل شامل تقريباً خمسين في المائة فأنت تسمع الشيابر بروا تسمع أنت عندما تعزل بتعزلك المحيط القريب منك في المحيطة البعيد راح تحزلك المحيط تقريبا قريب فعزلها تقريبا ما راح يكون عزل شامل او عزل قوي بالاضافة ان السماعة اصلا يرن يعني ما راح ما فيها نظام اللي هو اللي في السوني طبعا السوني اش فيها افضل سماعة عزل موجودة الان في السوق اللي حاب يعزل الصوت عندكم هنا السوني تكلم عن الربر هذا اذا سماعتك في الربر هادي طبعا انا عارف ناس كثير ما يعجبها الربر لكن هذا شيء اساسي لعزل الصوت فسماعة السوني هذي لما تستخدمها راح تعطيك عزل شامل قوي افضل سماعة عزل موجودة الان في السوق صراحة فانا اذا ترتيب موضوع عزل الصوت انا بعطي اول شيء سوني العزل الافضل فعندك السوني من احد الصوت فعندك الهايرز بالاضافة الى عزل الصوت الافضل بين الثلاث سماعات هذه طبعا بالاضافة الى البطارية البطارية هنا تعد تقريبا خمس ساعات من الصوت استمتاع عن الصوت وشحنها تأخذ منك تقريبا ثلاث ساعات فعندك تحط السماعة تشحنها تسمع الصوت وتصير امورك تماما عندك الهواوي شحنها اكثر من السوني كالبطارية شحنها ياخذ معك تقريبا خمس ايام استخدام وطبعا شحنها ما سياخذ معك فيها الشحن السريع السماعتين هذول فيهم شحن سريع الامانة فعندنا الآن عزل الصوت الافضل في السوني نمبر ثاني في عزل الصوت هواوي ثلاثة ما في عزل عندنا البطارية الاعلى في الهواوي البطارية الاقل هنا وهذه الاقل البطارية طبعا اللي هو البيبو اقل لهم البطارية طيب الآن نرجع نقول السعر السعر هذه ارخص واحدة اذا حابت تخذ لك حاجة بلوتوث بسيطة كذا بس ما رح تعطيك لجودة صوت عالية ولا عزل الهواوي رقم اثنين سعرها تقريبا كم خمسمائة ريال وستمائة ريال سعودي او اتوقع صار فيه خصم عليه الحين أربعمائة وخمسة ريال المهم السعره هذه السماعة تعطيك جودة صوت علوة تعطيك عزل خمسين في المية السوني الأغلى بينهم كلهم وسعرها مقارب الهواوي تقريبا يعني تقريب ستمائة ريال هنا خمسمائة ريال يعني فرق بينهم مية ريال ومية وخمسين ريال بين السماعتين هذه لكن فرق الشاسع بين عزل الصوت في السوني اللي يبغى يعزل والله اللي يبغى مثلا يركب في مكان ازعاج مكان عمل في ازعاج السوني الأفضل والله مسافر في الطيارة تريد تعزل صوتك عن الأصوات السوني أفضل رح تعطيك عزل أمصد ثمانين في المية نتكلم عن ثمانين في المية من عزل الصوت جدا ممتازة كثير الناس أصراحة ما يقدرون كيف عزل السوني يكون بس كمستخدم أنا أقول لكم عزل الصوتك عن الأفضل تضع الربر تنظيف الربر تأكدوا أن أمورها تماما الهواوي على طول ما يحتاج فت ان اير شكلها جميل عزلها ما هو زي عزل السوني لكن يعني يعتبر معقول إذا ما في ازعاج رح تنبسط على السماعة هذه بس هذه المقارنة بين الثلاثة للأجهزة لحب أسأل أي سؤال بخصوص الأجهزة هذه ممكن يكتف في الكومنس سكشن أغطيكم العافية نشوفكم إن شاء الله فيديو ثاني